اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعاله الطاهرين واللعنة على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قبل أن نكمل الروايات لا بد من تمهيد أمرين الأمر الأول هو أنه قد تكون الرواية صادرة من الإمام ولا معارضة لها فيعمل الإنسان بهذه الرواية إن أحرز جهة الصدور يعني كانت هذه الرواية صدرت لبيان الحكم الواقعي ولم تصدر تقية وطارة تكون الرواية معارضة برواية تخالفها فهذا التعارض قد يكون غير مستقر يعني تعارض بدوي يمكن أن يدقق الإنسان في الرواية فيجد أنه لا تعارض بينهما لو قلت أكرم العلماء بعد ذلك قلت لا تكرم النحويين منهم فهنا العلماء يشمل النحويين وهذا الخاص يقول لا تكرم النحويين فهل هنا تعارض قالوا بعد من وجود التعارض لأن الخاص أظهر من العام أو يكون الخاص نصا فيحمل العام وخلل على الخاص يعني يكون الإرادة الجدية الإرادة الجدية تكون بإكرام غير النحويين من العلماء هذا بالنسبة للتخصيص بالنسبة للتقييد بالنسبة للحكومة والورود التعارض غير مستقر يعني يزول بأدنى تأمل والتفات أما في بعض الأحيان يكون التعارض مستقرا يعني الدليل يقول أكرم العلماء دليل آخر يقول لا تكرم العلماء فعند التعارض المستقر يعني دليل يثبت ودليل ينفي لا يمكن الجامع بينهما دليل يقول صلاة الجمعة واجبة دليل يقول صلاة الجمعة محرمة دليل يقول بيع العذرة جائز ودليل يقول بعدم الجواز فهنا ماذا نصنع تارتان نستفيد من الرواية التي تقول أو الإصطلاح الذي يقول الجمع مهما أمكن أو لا من الضرح نجمع حتى لا نضرح رواية سندها متصل مثلا رواية معتبرة السنة صادرة من الإمام نعمل بالرواية الأولى وبالرواية الثانية كيف نعمل وهما متنافيان نجمع بينهما الجامع كما ذكره العلماء في الأصول إما جمع عرفي أو جمع تبرعي الجمع العرفي يعني جمع فيه شاهد العرف يرضى بهذا الجامع الجمع التبرعي يعني جمع لا شاهد عرفية فيه العرفي يقول هذا هو متبرع بالجامع مثلا في المثال أكرم العلماء لا تكرم العلماء أكرم العلماء أنا أريد أجمع أقول أعمل بكلا القولين أقول المقصود بالعلماء في أكرم العلماء الفقهاء وفي لا تكرم العلماء المقصود أن نحوين منهم مثلا من أين هذا التفصيل أو يمكن شخص آخر يجمع بين الروايتين أو بين الدليلين يقول أكرم العلماء يعني أن نحوين منهم هذا المقصود لا تكرم العلماء يعني الفقهاء منهم صل الجمعة إن نمت ثمان ساعات بالليل فأنت يعني الآن مستيقظ و جيد روح إلى صلاة الجمعة ويحرم صلاة الجمعة مثلا تحرم إن كنت تعبانا هذا شلون جمع هذا جمع اخترعته أنا العرف ما يقبل هذا الجمع يعني قد أخذوا كلام الموالي مع العبيد أخذوا للعرف العرف ما يقبل هذا الجمع وشنو هذا الجمع الباطل نعم إذا كان هناك جمع عرفي يعني العرفي قبله من وين هذا الجمع العرفي يظهر؟ من شاهد ثالث أو من قرينة داخلية أو خارجية لبس السواد لبس السواد مكروه هذه الرواية في رواية أخرى أن الهاشميات لبسنا السواد على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه لسنة بتقرير الإمام المعصوم الإمام المعصوم لم ينههم عن ذلك فإذا هناك دليل بالكراهة هنا دليل بأن هذا الفعل صدره من الهاشميات وبتقرير من المعصوم الإمام لم ينههم عن ذلك ولو النهي غير الاقتضاء النهي يعني نهي كراهة ونهي حرمة فكيف نجمع؟ نقول بأنه إن كان لبس السواد تعظيما لشعيرة من شعائر الله فجائزه وليس بمكروه بل مندوبه وين شاهد الجام؟ قل لهذا جامع أرفيا رح يكون أما السواد إذا كان شعارا لبن العباس مثلا لبعض الظلمة الكراهة لتلك الجهة فهناك يعني الكراهة إذا واحد يريد أن يلبس ما فيه الشعارية تجاه الظالمين أو يلبس ما فيه الشعارية تجاه الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام فهذا جائز من أين يظهر شاهد القال؟ من نفس الرواية الثانية الرواية الثانية تقول بذلك تقول بأنه أنه على مصيبة سيد الشهداء هذا جائز وبما أنه كان شعار لمجموعة من الظالمين فمن تلك الجهة هذا لا يجوز طيب أو مثال صلاة الجمعة واجبة ومحرمة دليلان بعد نجد دليلا ثالثا بأن صلاة الجمعة في زمن الحضور واجبة وفي زمن الغيبة مثلا محرمة هذا تنظير وتمثيل أو ثمن عذرة الحيوان لا بأس ببيعه ولا بأس به هذا الثمن أما للإنسان فلا يجوز إذن يعني هنا إن وجدت رواية تجمع بين الروايتين فنذهب إليها طيب فهذا التعارض أما إن ظل التعارض مستقرا فماذا نصنع مع إبقاء التعارض المستقر ولا شاهد للجمع فهنا نذهب إلى الضوابط في التعارض والترجيح نأخذه بالخبر الأرجح إن كانت هناك ظوابط أو نتخير بالأخذة بالخبرين نأتي إلى بحث الجدال هذه المقدمة نريد أن نبين بها روايات تنهى عن الجدل وروايات تثبت الجدل إما في محضر المعصومين بعض أصحاب المعصومين كانوا يذهبون إلى الجدل ويجادلون الأعداء ويخاصمونهم أو هم الأئمة هل هناك تعارض بين الروايتين رواية النهي عن الجدل وروايته أن الجدل كان يصدر بل يشوق الإمام المجادل على جدله هناك شاهد نعم إن تتمكن من الجدل ويكون جدلك بالتي هي أحسن فأقدم وإن لم تتمكن حجتك ضعيفة أو تجادل لا بالتي هي أحسن يعني صرفه إسكات الخصم وإن كان بالأدلة الباطلة أو هو الخصم كما في الرواية التي سنقرأها إن شاء الله أو هو الخصم يذكر بعض مقدمات حقه المقدمة حقه أنا أدري هذه المقدمات توصل إلى مراده الباطل في مغالطة في مقدمة ما فكل المقدمات ما أقبلها مع أن بعض المقدمات التي يذكرها مقدمات تامة فأنا أجي أنفي الحق الموجود في المقدمة الأولى هو في المقدمة الثانية عنده مغالطة أما المقدمة الأولى فهي مقدمة صحيحة أنا أنفي كلتا المقدمتين هذا جدال بغير التي هي أحسن هذا هو المنهي عنه ثلاثة عارضة بين هذه الروايات وهذه الطوائف المتعددة من الروايات بإيجاد جمع عرفي في روايات أخرى أن الجدال بالتي هي أحسن مطلوب ومرغوب فيه والجدال بغير التي هي أحسن مرغوب عنه هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنه الجدال بغير التي هي أحسن يجب أن يقول إنسان نفسه للابتعاد عنه نقل في أحوال أحدهم أنه ينسب إلى داود إبطائي أنه ترك الناس لفترة منزويا في بيته لا يخرج إلى المجالس قيل له لما آثرت الإنزواء قال لأجاهد نفسي بترك الجدال لأنه كأنه هو البعض يحب الجدال يقول أنا دائماً أجي وأجادل والجدال بغير التي هي أحسن طبعاً لإثباته فضلي لإثباته علمي لإسكاته خصمي أجي أطراح ومقدمات باطلة حب أسفطها وغالط وأسكته قال أنا آثرت الإنزواء حتى ما أدخل في الجدال وهل هذا عمل صحيح؟ كلا ليش؟ لأن الإنسان لازم يوجد في نفس ملكة ملكة توجب كف نفسه عن الحرام توجب كف نفسه عن المكروه مثلاً هذا الملكة مهمة إذا واحد ينزوي بعد ينسى في موقف ما وما يمكن إلى آخر عمر أن ينزوي يخرج في أية حفرة يسقط وفي أية قضية يجادل بالباطل إذا ما نقو الملكة قال لأجاهد نفسي بترك الجدال فقيل له احضر المجالس واسمع ما يقال ولا تتكلم هذا المهم أنه أنا أسمع ولا أظهر فاضلي ثالثاً إظهار الفاضي يكون مقدمة مثلاً لإثبات الحق صحيح أما طبعاً لله عز وجل أن يكون مخلصاً أما الصرف أنه يجادل احضر للمجالس ويجي الكلام على لسانك وأمسك لسانك هذا المهم اللي لسانه العاقلة أي خلفه قلبه أو عقله هكذا يعني يمكن أن يفكر ثانية أتكلم أم لا أتكلم قال فعلت ذلك فما رأيتم جاهدة أشد علي منها حقيقة واحد يجي على لسان الكلام معصب مثلاً في فورة من الغضب ويمسك نفسه هو مو حليم ولكن يتحلم هذا المهم إيجاد الوازع النفسي الوازع الداخلي الملكة وإلا واحد ما عنده مثلاً السيتولايت وطبعاً لم يتوفر رؤية الحرام له بس إذا ما مسبب الوازع النفسي يروح إلى أي فندق مثلاً أو أي مكان خمس دقائق ماكو أحد يشغل التلفزيون على الحرام طبعاً مدام ماكو واحد لازم يجاهد على تقوية الوازع النفسي التقوى يعني أن يقيد إنسان نفسه من الحرام هذا هو المهم في قضية نقلتها في مكان آخر سيد الأخ المرحوم كان يذكرها أن آية واحدة نزلت حول الخامر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رسهم من عمل الشيطان فاجتنبوه وكفار الجاهلية كانوا مولعين بالخامر لهالحد بيوتهم مليئة من الخامر الفحشاء والخامر قيل لأحدهم أراد أن يسلم يأتي إلى رسول الله فيسلم قيل إن الرسول صلى الله عليه وآله ينهى عن الفحشاء قال لا حاجة لي ما يخلم أنا أكف نفسي قالوا له ينهى عن شرب الخامر قال لا ما أتمكن أنا أروح سنة كاملة أشبع من الخامر أجلكم الله وبعدين أجي أسلم فذهب وفي تلك السنة مات إلى جهنم وبعس المصير لم يمهله إزرائيل فإذن قضية هذه الآية عندما نزلت أوجد الرسول صلى الله عليه وآله فيهم الوازع الداخلي التقوى ولكن في أمريكا قرروا منع شرب الخامر عشرين سنة صرفوا المليارات وسجنوا العديد الآلاف عشرات الآلاف من التجار ويمكن حتى أعدموا مجموعة من كبار التجار حتى يمنعون الخامر بعد عشرين سنة هي الحكومة أقرت بأنها فشلت في ذلك فأساهوا بيع الخامر وشرب الخامر مرة أخرى قضية مرة قبل أكثر من مائة سنة ليش لأنه ماكو وازع داخلي إذا ضغوط من الخارج شرطي يريد يمسك يعني يجعل المجتمع ممسك عن شرب الخامر وما يتمكن الشرط الداخلي واحد لازم يقوي لذلك الجدال بالباطل واحد هو لازم يربي نفسه على عدم الجدال شخص يقول ينقل عن أحوال الشخص أنه أراد قطع لسانه حتى لا يغتاب لأنه الغيبة من اللسان بعض قال فرأيته أخرسا يغتابه بالإشارة ف انصرفت عنه من هذا الفعل أو شخص في مصر أخيرا نقله وأنه الشاب قطع يده قال لأنني ماذا جعل يد على تحت القطار قال لأنني أردته رأيته أنني أسرق فمنعت نفسي من السرق بهذه الطريقة يقول ورا سنتين همشفني باليسرى هذا أسرق فقطعته اليسرى أيضا في لقاء مصور معه فهذا يكفي لا بعدين بفمه يسرق بطريقة ثالثة يسرق مادام ماكو الوازع الداخلي ماكو التقوى واحد يفعل كل حرام والعياذ بالله إذن واحد عندما يريد أن يجادل فليفكر هل جداله لله عز وجل هل فيه الإخلاص ماكو رياء ماكو سمعة ماكو جهة أخرى بعدين يبدأ بالجدال وأن لا يكف نفسه نكمل الروايات وقال أبو محمد عليه السلام لبعض تلامذته لما اجتمع إليه قوم من مواليه والمحبين لآل محمد رسول الله صلى الله عليه وآله مجموعة اجتمعوا عند الإمام العسكري سلام الله عليه من تلامذته وقالوا يا ابن رسول الله إن لنا جارا من النصاب يؤذينا ويحتج علينا في تفضيل الأولة والثانية والثالثة على أمير المؤمنين بالحجج الواهي الباطل فلان شيخ كبير وعلي شاب حدث السن مثلا ويورد علينا حججا أدلة ظاهرية يوردها يستدلبها على فضلهم عليه عليه أفضل الصلاة والسلام ولا ندري كيف الجواب عنها والخروج منها نحتار هو عالم احنا ما دارسين أو هو مغالط ما نعرف كيف أن نجيب مغالطته ونبين تلك المغالطة فقال الإمام مر بهؤلاء أمره اذهب إليهم إذا كانوا مجتمعين يتكلمون فتسمعوا عليهم مر عليهم اجلس عندهم تسمع عليهم كأنما عليهم إذا ما في نسخة أخرى يعني تسمعوا لتجد نقاط ضعفهم يعني دقك في الكلام حتى هذا سماعك يكون عليهم يعني بضررهم فيستدعون منك الكلام يستدعون يعني يطلبون منك الكلام فتكلم إذا الإمام كأنما علم أيضا علم ببعض الحجج فتكلم وأفحم صاحبهم أسكت وكسر عربة عربة في اللغة يعني جمع العربات يعني السفن أو وكسر عربة يعني حدته وفل حده هذا حد السيف فله كأنما هذا الحد بعد أن يكون حاد جدا بماذا باستدلالك ينكسر ما يتمكن أن يجيبك اتبين نقاط الضعف في حججه الواهية الباطلة ولا تبقى له باقية يعني هذا بعد رح ينتهي بمن واحد يتبين زيفة في الناس بعد ما عندما يوجه الناس ما يقبلون كلامه إذا واحد ساحر بعدين يتبين أنه هذا كذب كان وو سحر كل دجل بعد لازم يشيل من البلد يروح إلى بلد آخر حتى يبيع متاعا فذهب الرجل وحضر الموضع وحضر الجماعة وكلم الرجل فأفحمه وصيره لا يدري في السماء هو أو في الأرض يعني من شدة الخجل هذا بعد تحير حرارة الأرض تنفتح وتبلعها قالوا ووقع علينا من الفرح والسرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى وعلى الرجل والمتعصبين له من الغم والحزن مثل ما لحقنا من السرور فلما رجعنا إلى الإمام عليه السلام قال لنا إن الذين إتوا فرحتوا بس ملائكة الله وخلقوا الله في السماء فرحوا أشد من فرحكم وإبليس ومردة إبليس حزنوا أشد من حزن أولئك لكأنما أصل النزاع هناك بين إبليس والملائكة إن الذين في السماوات لحقهم من الفرح والطرب بكسر هذا العدو لله كان أكثر مما كان بحضرتكم يعني من الفرح في جماعتكم الموالين والذي كان بحضرة إبليس وعتات مردته العات يعني الجبار من الشياطين من الحزن والغم أشد مما كان بحضرتهم هم هذول النصاب الذين أفحموا وأسكتوا ولقد صلى على هذا العبد الكاسر له الذي أسكت ذاك الخصم المخالف من صلى؟ ولقد صلى ملائكة السماء والحجبة والعرشة والكرسي مليارات الملائكة آلاف آلاف المليارات من الملائكة صلوا عليه طبعا الصلاة شنو معناها؟ يذكرون في بحث الصلاة من الفقه أن الصلاة صاحب الجواهر يقول بمعنى العاطف ويستدل إلى قول ابن هشام في المغني أنه معنى الصلاة عاطف فصلاة الله يعني الرحمة عاطف الله بالرحمة وصلاة الملائكة يعني الاستغفار وصلاة الناس أحدهم للآخر يعني الدعاء فمو المعنى اللغوي للصلاة الدعاء وإنما المعنى اللغوي طبعا هو صاحب الجواهر يختار هذا المعنى العاطف فإذن صلت أو صلى ملائكة السماء والحجب والعرش والكرسي يعني استغفروا له طلبوا له المغفرة وقابله الله تعالى بالإجابة الله قبل استغفارهم لهذا فأكرم إيابه آبا يعني رجع وعاد وعظم ثوابه ولقد لعنت تلك الملائكة أو الأملاك عدو الله المكسور وقابله الله بالإجابة فشدد حسابه وأطال عذابه لاحظوا اللعن لعداء الله يجب مزيدا من العقاب يجب مزيدا من النار يجب مزيدا من الخيزي لذلك عندما مر الإمام صلى الله عليه بمحضر الجماعة كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وآله فسلم عليهم وعندما مر بهم في وقت آخر أو رجع إليهم وكانوا يلعنون أعداء الله فلم يسلم عليهم حتى اللعن يستمر لا ينقطع ولو بمقدار الجواب هذا بالنسبة إلى مقدمة الكتاب بعد ذكر هذه الروايات اللي روايات فضيلة العلم والعلماء المرحوم الطبرسي رضو الله عليه يذكره الفصل الأول احتجاجات الرسول صلى الله عليه وآله فصل في ذكر طرف مما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله من الجدال والمخاربة والمناظرة وما يجري مجرى ذلك طبعا المخاربة قد تكون بالسيف قد تكون باللسان وسيف اللسان أقطعه وأحده من سيف الياد من الجدال والمخاربة والمناظرة وما يجري مجرى ذلك مع من خالف الإسلام وغيرهم سواء كانوا من المخالفين للإسلام أم كانوا من المنافقين الذين يأتون ظاهرهم الإسلام ولكنهم يناقشون رسول الله في كثير من القضايا صلى الله عليه وآله قال أبو محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام عند ذكر الصادقة أو ذكر عند الصادقة عليه السلام الجدال في الدين وأن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة قد نهوا عنه إذن هذه رواية اللي ذكرنا في مقدمة البحث التعارض المستقر وغير المستقر أنه هناك روايات نهي رسول الله ونهي الأئمة عن الجدل فقال الصادق عليه السلام لم ينهى عنه مطلقا مو هذا النهي نهي مطلق ولكنه هذا شاهد لأنه رواياته نهي المطلق ورواياته التشويق وتقرير الإمام في محضره بالنسبة لمن كان يجادل وعدم نهيه له هذه الروايات التعارض بينها غير مستقر لوجود شاهد الجامعة ولكنه نهى عن الجدال بغير التي هي أحسان وعد يبين الإمام شون الجدال بغير التي هي أحسان اللي بينا في المقدمة أما تسمعون الله يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسان جدالكم يكون جدال بالتي هي أحسان طبعا في رواية الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام أنه بالتي هي أحسن بالقرآن لأن القرآن حق وصدق فخليكم جدالكم بما فيه الصدق والحق اللي هو القرآن ويمكن بيان لمصدق لأن كثير من الأحيان روايات الأئمة التي تفسر الآيات المباركة بيان لأحسن المصادق لذلك تشوف في روايات متعددة يمكن نفس الرواية نفس الآية الإمام الباقر صلى الله عليه يقول يعني الجدال بالقرآن في رواية أخرى يقول الجدال بالدليل القطعي أو بالدليل المسلم أو بالحجة الصحيحة فهذه بيان للمصاديق مو إنما هو تفسير تحاسب وليس يعني هناك معنى آخر ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقوله عز من قائل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الجدال مطلوب وذكرنا في البحث الأول يمكن من المقدمة بيانا لهذه الآية المباركة فالجدال بالتي هي أحسن قد قرنه العلماء بالدين الإمام الصادق لما يقول العلماء يعني علماءه آل محمد عليه أفضل الصلاة والجدل بغير التي هي أحسن محرم حرمه الله على شئتنا الجدال بالباطل أن يسدل الإنسان بمقدمات باطلة لإسكاة القاسم أو لإظهار الفاضل أو ينكر مقدمات الخاسم اللي هي مقدمات حقه هذا محرم لا يجوز وكيف يحرم الله الجدال جملة يعني تلك الروايات التي تقول بحرمة الجدال هي ليست روايات مطلقة قطعان بالجمع بهذه الروايات وإنما تشير إلى الجدال بغير التي هي أحسن وهو يقول وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى هذا كلام الكفار المشركين من اليهود والنصارى وقال الله تعالى تلك أمانيهم من هم هتشي يتصورون أمنياتهم قل هاتوا برهانكم هم هم معتهم برهان برهانهم باطل إذن اذكروا البرهان قل يذكرون برهانهم أدلتهم حججهم بعدين أتبينوا زيف تلك الحجج والأدل والبراهين إن كنتم صادقين إذا أنتم صادقين أعدكم برهان بس ماذا أنتم مو صادقين فبرهانكم ظاهره البرهان وواقعه المغالطة فجعل الله علم الصدق والإيمان بالبرهان وهل يؤتى ببرهان إلا بالجدالة بالتي هي أحسن يعني إذا واحد يريد يعلم الصدق ويعلم الحق عبر البرهان سيعرف البرهان الذي يجب القطع للطرف المقابل فمن أين يثبت هذا البرهان بالجدالة بالتي فيه أحسن يعني بالمقدمات الصحيحة تصل إلى النتيجة الصحيحة تكمل الرواية إن شاء الله ليوم السابق هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر